ملة أبيكم إبراهيم و سماكم المسلمين من قابل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام إبراهيم هو أب الأنبياء و نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما ورد له غلام قال إني قد ورد لي الليلة غلام و إني سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام و لما ذكر الله تعالى نبينا إبراهيم نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ذكر الله تعالى في كتابه أنه آت إبراهيم عليه السلام رشده من قبل يعني منذ صغره مر بقومه فوجدهم يعكفون على أصنام قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وأنا شاهد على أن الله تعالى خلقها وأن الله جل وعلا هو الذي يرزق وهو الذي يخلق ما يشاء وهو رب العظيم ثم أراد أن يحطم الأصنام في قلوبهم وأن يبين لهم أن هذه الأصنام التي إذا وقع عليكم الضر دعوتموها لتزيل ضركم وإذا أجدبت الأرض دعوتموها لتنبت لكم الأرض وإذا توقف القطر من السماء دعوتموها لتمطر عليكم هذه الأصنام التي بهذه الصورة لن تغني عنكم شيئا وقال إبراهيم عليه السلام لهم وتالله تالله قسم بالله كما تقول بالله والله تالله كلها أدوات قسم وتالله لأكيدن أصنامكم يعني لأعملن كيدا والكيد والمكر هو التخطيط في الخفاء للإيقاع بالخصم يعني سأفعل فعلا بأصنامكم يثبت لكم أن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبت أنها مجموعة أحجار جمعتموها في هذا المعبت ونحتموها وصنعتموها بالفأس صنعتم لها رجلا ويدا وعينا ووعبتموها من دون الله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين بعدما تخرجون من هذا المكان قوم إبراهيم رجال كبار وفيهم رؤساء وأصحاب أموال فلم يحفلوا ولم يهتموا بتهديده هذا فتى ويهددنا أنه سيكيد بأصنامنا ماذا يستطيع أن يصنع هذا الفتى لم يهتموا بتهديده أصلا ولذلك تركوه وذهبوا وكان لهم يوم يخرجون فيه إلى عيد يعني يقيمون فيه مهرجانا يعني يقيمون فيه ألعابا لهم ويصنعون أشياء وكانوا قبل أن يخرجوا يضعوا الطعام بين يدي هذه الأصنام يزعمون أنها تباركه وهذا مع الأسف لا يزال موجودا إلى اليوم بعض الدول التي يوجد فيها البوذيون والهندوس وعدد من من يعبدون الأصنام إلى اليوم تجد أنك تدخل أحيانا إلى عيادة طبيب مشهور وقوي ومتمكن ومع ذلك عنده صنم وقد وضع أمام هذا الصنم تفاحة وكمثرة أو أو تين أو كذا ليأكله في آخر دوامه زعما أن هذا الطعام قد برك من هذا الصنم إضافة إلى قصص كثيرة حول هذا وطبعا هؤلاء ينبغي علينا أن نتعامل معهم يعني بدعواه وبرحمة لهم لما هم فيهم من ضلال كما قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنت رحمة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو عليه الصلاة والسلام رحمة ينبغي أن نتعامل مع هؤلاء بإنقاذهم مما هم فيهم من ضلال لا يتعامل الإنسان معهم بالضحك عليهم والتندر على ما يفعلون هو يرى أن هذا هو الحق تعال وبيّن له أنه ليس الحق حاوره بالاسلوب الحسن الرفيق اللطيف حتى تكسبه ولذلك قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام لما خرج قومه أرادوه أن يخرج معهم كما في آية أخرى فقال إني سقيم أنا مريض ما أصطيع أن أخرج معكم فلما خرجوا إلى عيدهم قال الله فراغ إلى آلهتهم وقال الله تعالى في هذه الآيات فجعلهم جذاذا الجذاذ هي الحجارة المتناثرة كالحجر الكبير الذي تحمله ثم تضربه بالأرض فيصبح حجارة صغارة متناثرة فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له لعلهم إليه يرجعون كانت خطة نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يسقط احترام هذه الأصنام من قلوب هؤلاء وأن يسقط تعظيم هذه الأصنام من قلوب هؤلاء فأن يهين هذه الأصنام ويحطمها لأجل إذا رجع هؤلاء ورأوا الصنم الذي كانوا أمس يسألونه ويطلبونه أن يكشف مرضهم وأن يغنيهم وأن يرد أعداءهم يرواه محطما فهيقولون كيف يعني أنت المفترض أن تدفع عن نفسك الضر ما استطعت أن تدفعه عن نفسك كيف تدفعه عن غيرك كما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة لما أقبل نبي الله لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس إلى الله وبعث إلى المدينة مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه يدعوهم إلى الله بدأ الإسلام ينتشر بين أهل المدينة فأسلم أربعة شباب هم إخوة أبوهم هو عمر ابن الجموح رضي الله عنه وكان عمر متنسكا متعبدا لصنم عنده صنم اسمه مناف يعبده ويعظمه وضعه هكذا في بيته ويتقرب إليه فجاء أولاده قالوا يا أبانا هناك رجل جاء إلى المدينة ويتحدث عن نبي بعث يا أبانا ما رأيك أن تذهب إليه وتستمع إليه فذهب واستمع والكلام مقنع والقرآن مقنع فقال عمر لمصعب قال إن لنا مشاورة في قومنا يعني عطني فرصة أفكر فرجع إلى صنمه ووقف على رجله الصحيحة كان أعرج في احتراما للصنم يقف على الرجل الصحيحة وقال يا مناف قد علمت بخبري هذا القادم فما رأيك يا مناف أتبعه أم لا طبعا مناف حجر ما يدري ماذا يقول الذي أمامه فلما لم يرد عليه قال لعلك غضبان اليوم أسألك غدا فذهب لينام فأقبل أولاده وأخذوا هذا الصنم ورموه في بئر خلف البيت يلقى فيها النتن عادة البئر يحفرونها وإذا فني الماء الذي فيها وانتهى يجعلونها حفرة يلقون فيها الأذى والنتن والكلاب الميتة وكثم يطمونها فلما جاء من الغد يبحث عن هذا الصنم أين الصنم أين الصنم قال أولاده ما ندري فذهب فرأى هذا الصنم في ذلك البئر فأخرجه وطيبه ونظفه وطيبه وضعه في مكانه وقال اليوم ما يصلح أسألك اليوم أنت غضبان ثم ذهب إلى حاجة له في مزرعته وقال لأهله يعني انتبهوا لمناف انتبهوا للصنم الصنم لما يستطيع يحفظ نفسه يحتاج الناس يحفظونه وأنت تعبده ثم أقبل أولاده في الليل وأخذوا الصنم وربطوه بكلب ميت ورموه في البئر فلما جاء ولم يجد الصنم مكانه قال من عدا على إلهنا من الذي اعتدى على الإله ثم ذهب إلى البئر فرآه مقرونا بكلب ميت فجعل ينظر إليه ويقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن يعني مقرن أنت وإياه ثم ذهب إلى مصعب وأسلم فالذي فعله أبناؤه كما فعل إبراهيم عليه السلام حطبوا الصنم في نفسه وأروه أن هذا الصنم لا ينفع نفسه كيف ينفعك أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين وأن يزيدنا وإياكم هدى وتوقى وتوفيقا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته